السلام عليكم أصدقائي العزاز وبلغ منطول عليكم اليوم ان شاء الله سيلاعبوا المنتخب المغربي ضد البرازيل ونتمنى الله الفوز للمغرب ان شاء الله ودائما وسود أطلس ونتمنى لهم الفوز ان شاء الله ويفرحونا ويهزوا راية المغرب ويزيدوا بالكورة القدام ان شاء الله ويفرحونا كما فرحونا في المونديال وهزوا الكورة المغربية والعالم المغربي وفرحونا وبينولنا انهم انهم كيفرحوا المغربة ونتمنى الله انهم أصد الأطلس فرحونا ان شاء الله انتمنى لهم الفوز ان شاء الله ويفرحونا ودروري ما غدين تبعوا الكورة ان شاء الله دروري ما غدين تفرجوا في المنتخب المغربي ونتمنى الله جميعا اندعوه للمنتخب المغربي بنش إن شاء الله يفوز ويفرحنا ويهز الراية المغربية كما داروا في المونديال لأنهم عرفوا بالبلاد دينا اللي هي المغرب ورفعوا الراية دي المغرب إن شاء الله ونتملنا لهم الفوز وهدي هي تشكيلة دي اللعبة اللي عادي غادي يلعبوه إن شاء الله اللعبة كما كتشوفوا متميزين رح نشوفناهم كاملين في المونديال دي المنتخب المغربي وصود الأطلس وفيفلو ماروك ودائما وصود الأطلس في القمة إن شاء الله ونتمنى لهم الفوز ياربي وفرحونا ويفرحوا جميع المغربة ونتمنى لكم رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير وبصحة وسلامة يارب العالمين ونتمنى لكم تكونوا دوستوه في أحسن الأحوال مع العائلة ومع الأصدقاء دي لكم ونتمنى الله ندوزوا هذا رمضان في أحسن الأحوال إن شاء الله والله يسهل على الجميع ونتمنى الله يفرحونا وصود الأطلس كما فرحونا وبينوا لنا بأنهم المغرب دائما في القمة إن شاء الله نتمنى لهم الفوز غدا إن شاء الله ولي اليوم ونشاء الله السبت نتمنى من الله يفوزوا على البرازيل ويفرحونا إن شاء الله غدا غادي لعبوا في الفطانجة نتمنى من الله يفوزوا ويفرحونا يا ربي ويجيبوا لنا الفرحة للبلاد إن شاء الله باش دائما المغرب يكون في القمة ودائما وحنا دائما أسود الأطلس فيف لوماروك وفيف أسود الأطلس ودائما ماروك ودائما المغرب لأن المغرب بلد زوينة بززاف وبلد سياحية ونتمنى الله أنهم يفرحون أسود الأطلس ياربي تمنى لهم الفوز وما بقى لي إلا نقول لكم السلام عليكم وإلى اللقاء وفرجة ومتعاء إن شاء الله ياربي